وموجودين اثنين ومؤهلين اثنين يعني كل واحد حقق منهم متر إذن رح أحصل على الـ 26 لو كان معاي الثلاثة وكانوا مؤهلين الثلاثة رح أحصل على الـ 31% طيب معاي أربعة ومؤهلين أربعة رح أحصل على الـ 33% لو كان معاي خمسة ومؤهلين أربعة مو خمسة أحتاجي إلى الفين نقطة مبيعات من مجموعة الشخصية مشرط أنا بيحها ذاك مهم على بعض العضاء لما يصلون مرحلة يظل ما يسجل عضاء جدد وهذا غلط لأنه الضمانة الأساسية لإستمرار الدخل واستقرارها أنك اتعدد الأجيال عفوا أنك اتعدد الأجيال اللي عندك وتبدأ تفتح خطوط بالعمق طيب فلازم تركز على هذا الموضوع إذن العمق هو يحقق الاستقرار لأننا عنا من خصاص ديكسين أيضا الضغط الديناميكي يعني الأعضاء اللي في الجيل تحت يصعدون للجيل الفوق في حال تخلف هؤلاء الأعضاء ويعاملهم معاملة يعني الأعضاء الجيل الثاني طيب إذا الجيل الأول تخلف لسبب ما أو تعطل عن العمل أو ترك العمل أعضاء الجيل الثاني يعاملهم السيستم من حيث العمولات كأنهم بالجيل الأول عندي وهذا أيضا من عدالة الشركة ليش؟ لأن هذا منه تابعه منه ضل معه منه بقى معه أكيد السبونسر هو يبقى السبب حقيقة السبب الرئيسي في هذا لذلك الشركة تعوض ويسعد له في حالة أنه أيضا هؤلاء الخمس النجوم ولا واحد منهم حقق مو أربعة فأحتاج ثلاثة آلاف نقطة حتى أحصل على الخمسة وثلاثين بالمئة وهكذا لما تكون ماسي أخي كريم لو يكون معك أربعة أشخاص مؤهلين أنت تحتاج ألفين وخمسمائة نقطة وتحصل على سبعة وثلاثين بالمئة لو كان معك ولا واحد منهم هؤلاء المؤهلين لك كانت عندك مبيعات من مجموعتك الشخصية مجموعات جدد لأن إذا استمرت بضم العضاء راح تحافظ حتى لو الأعضاء القدامة نسحبوا منك وإن كانوا نجوم راح تحافظ على السبعة وثلاثين في المئة من خلال مبيعات الأشخاص اللي عندك وإن كانوا عاديين